شوف هي كويسة كويسة لكن لازم نحط نقطة احنا ما نقارنها بالعمليات في كثير من الناس يقول هل هي بديلة لعمليات التكميم؟ هي ما في شيء اسمه بديل لإجراء آخر هذه لها طريقة عمل والتكميم لها طريقة عمل مختلفة لكن هي مناسبة لمن لمن يبغي ينزلها 10 أو 15 كيلو هذه جدا مناسبة إلى 20 كيلو مناسبة هل إنها مناسبة في رمضان ولا لا طبعا مثلها مثل الشهر الباقية تستخدم لكن رمضان اللي بيعزز النزول فيها أكثر طبيعة الصيام أنت تعرف في ناس أو سمعت بالبرامج اللي هو يقول لك برنامج الصيام المتقطع وشغلاتك ترى في رمضان مشابه لا أنت قعد تصوم تقريبا 13-14 ساعة وتفطر حوالي 7 أو 8 ساعات المتبقية فتقريبا إنها متشابهة استخدام الأوبر هنا بتساعد على أنك تنزل في الوزن أكثر من الأشهر الاعتيادية هي فقط في طريقة أخذها بعض الناس يأخذها مثلا بعد سهرات المغرب وبعد الإفطار طب أنت أساسا بيجيك وقت النهار و أنت هل كان من الجوع فإحنا نفضل دائما أن تأخذ بعد السحور على وجبة خفيفة تكون بعد السحور فتصر أنت أساسا وقت النهار أنت صايم و تجي وقت الإفطار كميات الأكل حقتك بتكون أقل أو أقل من المعتاد ولكن بتساعدك لأنك أنت تستمر إلى فترة اللي هو السحور بأكلات تقريبا كل ساتين ثلاثة تأخذ لك وجبة تأخذ لك